أكيد في الفنتشر ستوديو قلت لي تقريباً في 11 شركة استثمارت فيهم دلوقتي مجالات مختلفة أكيد أول شركة مختلفة عن 5 شركة 6, 7, 10, 11 شركة أنت كأبو البراء يعني معتز اختلفت تماماً في طريق التفكير بينهم وتعلمت كتير إيه أكتر حاجة اتعلمتهم بعد الاستثمارات في 11 شركة دول واختلفت إزاي من بداية الفنتشر ستوديو دل لغاية دلوقتي بعد ما شاء الله 11 شركة وأكثر استثمارت فيهم تعلمت كثير يعني أنا كنت أتخذ قرار بسرعة يعني أحد الشركات أنا أذكر تعشيت معه ووقعت له بعد العشرة اليوم لا الحمد لله إنها الشركة كويسة عند ربنا دي جات سليم جات سليم اليوم لا زي ما قلت لك يعني في فريق هو اللي بيتخذ القرار البحث عن الشركات يعني أول أي شركة تيجي إحنا إحنا اليوم يعني تقريباً بناخد ربع في المئة يعني كل أربعمية شركة نستثمر مع واحدة فالبايبلاين عندنا كبير وكثير الحمد لله البايبلاين ليش عندنا كبير وكثير إحنا كونا علاقات كويسة في السعودية وخارج السعودية يعني مصر علاقاتنا مع كثير من اللاعبين الكبار الموجودين في السوق المصري وهم بيرسلوا لنا الشركات اللي عندهم فعلى أقل أنت شوية يعني بتشوف الشركة بعين جهة تثق فيها حال فقضية المصداقية والثقة تقريباً حققناها الجودة هو برضو بيكون حريص نرسلك أفضل الشركات اللي عندهم حتى تستمر العلاقة وما ما يكون قال إنه هذه الشركة كويسة وتطلع بعدين ما هي كويسة فالشركة العلاقة معهم علاقة صادقة وأمينة وكل نحن بنحرص عليهم وهم بنحرص عليهم فسار عندنا البايبلاين كبير ونظيف إلى حد ما لكن سارت شروطنا أقصى وأكثر وأكثر شدة وقراننا سارت شوية طويل يعني العرض أكثر من الطلب العرض كبير طيب ده ما فخلكش تفكر إن أنت تجيب إنفسترز معك تريب حس أن أنت يبقى عندك صندوق استثماري أكبر فتعرف تاخد قرارات أسرع أو أكبر أو تستثمر في عدد أكبر من الشركات ما حاخد قرارات أسرع حتى لو جيب صندوق أو جيب تموية لكن حيكون عدد الشركات أكثر أكيد وأنا هذا اللي أمسوي أنا فاتح صندوق للاستثمار اللي حاب بيجي استثمر معنا سواء استثمار مباشر أو استثمار من خلال الصندوق الموجود عندنا اللي الشي اللي قلت نتوسع في في الشركات فعلا العرض اللي بيجينا كبير جدا من أنحاء العالم إحنا سمعتنا يعني إحنا بسوين علاقات مثلا في العراق في إسطنبول في الأردن في تونس في المغرب طبعا قاهرة ولندن فهذه الدول عندنا شركاء أريدي موجودين فيها وبيرسلوا لنا الشركات الموجودة عندهم وكل شهر شهرين بنفتح دولة أو شركاء آخرين صحيح فالبيبلاين عندنا حيكون يعني بعد فترة حيكون كبير جدا فمحتاج عدد من المستثمرين معك حيث أنت تتباه فيه استثمرات يعني إحنا تقريبا أخذنا من 2400 أخذنا 11 شركة يعني أول كان سريع القرار وده حين صار القرار أبطى بشكل كبير مو أبطى يعني صار أكثر نضجل طيب فأنت بتفكر في المرحلة دي أن أنت طيب إيه الأكتر أمور اللي قلت أنا أخطأت فيها في بداية الفينشر ستوديو دول مبقيتش تعملها دلوقتي أو بقيت تقول لا أنا بتفاد الأخطاء دي دلوقتي هذا الخطأ الأول اللي هو القرار السريع القرار الفردي الخطأ الثاني عدم الكتابة عدم الكتابة ما كنت أكتب العقد بشكل بشكل كويس فكانت تظهر مشاكل بعد فترة اليوم لا نحن سويا عقد أتوقع أنه جيد الحمد لله من بعد ما بدأنا نستخدم الأوراق والوقود ما عاد سار في مشاكل واضحة وكبيرة المشاكل العادية هذه دائما بتصير وطبيعية برضو الفريق يعني في البداية ما كان فيه فريق كنت أنا أنا الوحدي اليوم عندنا تقريبا حوالي 12 أو 13 الشخص بيديروا الاستثمارات بيديروا الاستثمارات وبيخدموا الشركات وبيدعم بدعم بدعم الشركات على فكرة هذا عدد يعتبر كبير يعني في طبعا فنشاستوديو ذا رقم كبير يعني فأحنا الحمد لله بنقدم خدمة رائعة للشركات ودليل على الخدمة هذه والله الحمد كل الشركات الي عندنا بتنو بلا بلا استثناء بل يعني بعض الشركات الان فيه مستثمرين حتى صناديق ويدخلوا احنا موقفين يعني لا تدخل لا نفتح جولة لا ما نحتاج جولة استثمارية ولا نحتاج استثمار للشركات